هو طفل لكن الأرض نبي يفهم ويعقوب مش أي نبي يعني يعقوب عليه السلام مش أي نبي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدة إن الشيطان للإنسان عضو أو عايز برأ أولاده إذا عملوا مش هيبقى إيه من تلقاء نفسهم يعني خد بالك وكذلك يجد بيك ربك ويعلمك مين يشتبيك بقى جاته إحنا اللي احنا قلناها من شوية يشتبيك يعني إيه بقى يعني هو مصطفيك أصلا له أعلى من الإصطفاء درجة أعلى من الإصطفاء أيوة الإصطفاء خد بالك يا عماد الاختيار في الكتب ربنا ما بيختارش يا جماعة الله لا يختار الاختيار يعني حد غيره خالق تفهموا دي؟ لما تقولي الإصطفاء هي الاختيار يبقى حد غيره خالق لا يبقى الإصطفاء يا عماد تدخل في صنعة الله في الرسل تدخل في الصنعة يعني مش هما موجودين وربنا نقى منهم واحد بقيت لي مرة إيه؟ يخلق ما يشاء ويختار خليه يختار في مكانها لكن الإصطفاء مش هو الاختيار إذا أنت قلت الإصطفاء الاختيار يبقى ربنا إيه؟ بيختار من إله تاني خالق لكن ده هو اللي خالق يبقى إيه فهم بقى الإصطفاء إيه؟ لما أنت كإله هو عايز رسول بيجيبه على عينه ولا لأ؟ نعم والتصنع على عيني أهو ده الإصطفاء أصطنعتك على عين تدخل في الصنعة ده يبقى رسول يعني نبي بس نبي وبس نبي رسول نبي رسول للقرآن ده موضوع ثالث أو رابع يعني درجات للإصطفاء فيه درجات للإصطفاء بعد الإصطفاء بقى بحكمته يجتبي قال له إيه بقى؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث يبقى يجتبيك غير التعليم تاني ولا لسه؟ لا تمام يعني يجتبيك لسه فيها حاجة هو اجتبيك بس بعد كده يعلمك بقى يبقى التعليم مش يجتبيك عشان هما كانت بينها كده إن من الاجتبيك إنه يعلمه لا إنت سرحت مش إنت هو إنت سرحت يجتبيك ويعلمه الواو دي بتعمل إيه؟ إن دي حاجة ودي حاجة طب يا اجتبيك بقى اللي هي إيه؟ فاكر لما قال إنه من عبادنا المخلصين نعم أهيك أهو ده الاجتباء إن يوسف مخلص مش مخلص إنه من عبادنا المخلصين الدهب المتصفي فوق قوي ده فوق الدهب شوي يعني زي الماس كده ده العدد ده لأنه اجتباء إلهي اجتباء وتعليم بقى في العدد ده ده لسه بقى دي التعليم عشان يعلمه تفسير الأحلام وكده لكن يشتبيك كمان ها أعلى مراتب الإصطفاء أي أعلى لا هي مش إصطفاء خالص هي مرحلة مميزة بعد الإصطفاء نعم يجعل الله تبارك وتعالى فيها هذا النبي جاهز لمرحلة معينة زي حكاية إيه؟ وراودته التي نعم ما قالتش غير على يوسف قال معاذ الله أنا هقولها بالتفصيل كمان شوية قال معاذ الله مين يعمل كده؟ سيدنا يوسف يقوم واحد سألك سيد طب هو محمد عليه الصلاة والسلام نحن دولك بنتكلم في يوسف طب محمد كده ولا مش كده؟ ده موضوع إلهي يعني أنا لو قلت لك محمد كده أبا بهذر إيه اللي جاب الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ ممكن محمد عليه الصلاة والسلام يكون أعلى من كده بس هو ما تدخلهوش هنا بتجي لي أسئلة كده حضارك ذكرت أن يوسف ويوسف ويوسف وما جبت السلة الرسول طب فين سلت الرسول هنا؟ عشان أنا أذكرها على فكرة احنا بقى عندنا حلل في الفهم يعني فين محمد بن عبد الله هنا؟ غير إن هذا القرآن هو جابهولي إيه اللي جابه هنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام ممكن يكون أعلى من يوسف أنا بقول إيه؟ ممكن أنا معرفش لو عندي نص أقولك ما عنديش نص مفتيش ده فاتوه بس ده بقى مش فاتوه ده فاتي ده فاتي يعني فاهم إزاي؟ شوف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك تقدر تدخل الاشتباء في التعليم؟ آه أنا وافد لو قلت لي من تليس رافد دلوقتي أنا رافد إن يكون ده هو ده هو لا مش هو ده إنما هو تجهيز لده يكمل ده أيوة أقول لك آه خدوا بالكم من كلامي عشان خطر يعني الاشتباء أنا قلت لك مرحلة بيتجهز فيها الحاجة كبيرة قوي زي إيه؟ إنه يبقى إيه؟ على درجة العفة دي اللي هتتذكر بعد شوية وتعليم الأحاديث آه عشان يتم نعمته عليك أي ويتم من أيوة اسم الله عم ويتم نعمته عليك وعلى العالمين وعلى آل يعقوب ما تخليها العالمين عشان الناس اللي بيفسروا أحلام عندنا تمشي وعلى آل يعقوب بس ولا هي العالمين لا آل يعقوب ما تخليها العالمين عشان قد تقدر لا ما داشت طب طب خليهم وبطل شوف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب النعمة دي بتاعت ايه الاستباء والتعلم وتعليق وأن ربنا يعلمه تأويل الأحاديث هو ومين وقال يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم أو إسحاق فين إسماعيل ما تسخرش ليه يبقى ما كانش عنده ما عندناش دي فرع إسماعيل من إبراهيم ما عندوش الحتة دي بس الحمد لله من دول ظهرت ناس عندها الحتة دي فجأة كده وانا عايزهم يقولوننا اتعلموها فين والله العظيم احنا بنحب التعليق يعني لو قالوا نتعلموها فين انا متألي وانت تيجي معايا نروح نتعلم الحتة دي لا اكيد طبعا شوف الآية عاملة ازاي واحنا بنعمل ايه يعمات في ناس عايشة حلمت كذا حصل كذا مش هيحصل كذا انا حلمت كذا مش خارج النهاردة انا كده هذا كفر بالله تبارك وتعالى كفر بالله واحد يسمع رؤية يقول حيحصل كذا ده ايه بقى ده ايه قول خايف ده ايه لما انا اقول حال لا حال طبعا ماينفعش سا سوفا لا ماينفعش ده كله كده هتخليفي بنت لا كده خلف يا باشا كفر انت خلف تقولها ده كفر واناقل الكفر كفر لازم الناس تصحى الاية بتقول ايه وكذلك يجتبيك مين الله بس هي ربك نعم الفرق انت عشان انت قلتها انا هقولها عشان انت قلتها لو انت ما قلتاش والله ما كنت هقولها شوف الله لها دلائل وتوصيفات وتوقعات وربك دلائل اخرى وتوصيفات يعني حتة الاشتباقة هنا جاي في التربية مش في الالوهية جاي في الربوبية نعم ما قالش يجتبيك الله واظن كنا هنفوتها كلنا ما حدش اخد باله يعني لكن يجتبيك ربك ويعلمك ربك نعم الفعل ربك من تأويل الاحاديث قلها تاني يا عماد انت عشان انا عايز اسمحها تاني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث قلها من غير من كده وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك تأويل الاحاديث الفعل ان ما فيش حد هيقدر ياخد تأويل الاحاديث كله من حتة من تأويل الاحاديث انت تاخد جزء الجزء اللي يمشي لك حالك يعني كمان يوصف عليه السلام ما خدش ايه الكل كل تأويل الاحاديث احنا عايزين على هاي بقى بنتصقى تليفونات بناخد كل تأويل الاحاديث يعني على الراحة والسع ما بقولش معرفش يعني يوصف لو تسأل في حتة بحيقول معرفش عشان يوصف ايه واخد مين انما احنا ما بتقولش معرفش تمل